والمهارة التانية اللي معانا النهاردة وهي لو انا عندي بستخدم او اتنين داخل ملف اكسل او في شيت واحد وبقارن مسلا بين الشهور في سنة 23 مقابل الشهور في سنة 24 وليكن الاتنين موجودين معايا الوقت وانا لاغي الفلتر الطريقة هتكون سهل انها هكارن شهر مقابل شهر لكن لو انا بقارن مسلا شهور مقابل 3 شهور الموضوع هيكون صعب ان انا ادخل افلتر هنا على الثلاث شهور اللي موجودين هنا وادخل اودتر على الثلاث شهور اللي موجودين هنا وعلشان اغير الشهور شهر مسلا ابريل وادخل اعدل هنا وادخل اعدل هنا مرة تانية طيب هل في طريقة ان انا بنجرد الفلتر هنا يفلتر معايا في البيب التابل التاني يعني ردي 88% الموضوع يبقى صعب من انك تشتغل علي اتنين جدول هل في طريقة ان انا قدر استخدم البيانات تكون بنفس الطريقة又 يفلتر هنا معي اول حاجة هدخل على اعدادات البيب الاناليز هلاقي في حاجة اسمها هلاقيه ظهر هنا معنا الجداول كلها او الاعمدة اللي موجودة داخل الجداول انا محتاجة فلتر بالسنة ولا بالشهر ولا بالسلزو ولا بالكاونت محتاجة فلتر الشهر هدوس على اوكيب هنلاحظ ان هو ظهر هنا عدد الشهور طيب هلق فلتر هنا بفلتر معي طب انا بدوس هنا ده شهر فبراير وهنا مش متأثر معي طيب لو غيرت طب جد والواحد اللي بيغير طب انا محتاج اربطي الجدولين بالسليسر اللي هنا علشان يقدر يغير معي البيانات اعمل ايه هدوس كريك يمين هنا واختار الريبورت تونيكشن هلاحظ هنلاقي ان الاتنين بيبتبوا الموجودين هنا واحد موجود عليه علامة صح والتاني مش موجود عليه علامة صح طيب هدوس علامة صح هنا وندوس على اوكيب ونبتدي نجرب شهر ابريل شهر ابريل فبراير فبراير محتاجة حد التلات شهور هدوس على شفت وازهر التلات شهور محتاجة ازهر الشهور كلها هزهر الشهور كلها شهر واحد شهر واحد طيب محتاج اعدل شوية في الاعدادات الخاصة دي السليسر اللي هنا هدخل على tab اللي اسمها سليسر وهبتدي اضيف هنا مسلا ست شهور وابتدي اوسع الجدول اللي هنا وابتدي اغير من حجمه علشان يكون مناسب ليه ممكن اضيفه فوق الجداول او تحتها او في المكان اللي انت شايفه مناسب وهبتدي اغير من هنا اغير سليسر ولو انا محتاج اغير لونه الشكل ده يكون مناسب ليه على حسب اللي انت محتاجه احنا كده عارفنا ازاي نربط بين جدولين دي الربط المباشر او في السليسر عن طريق الاكسل اشتركوا في القناة